الدرس السابع أكون الآلاف الكاملة وأكتبها وأقرأها واحد ألف أمثل كل عدد على معداد أرسمه ألف ثلاثة آلاف تسعة آلاف خمسة آلاف ألف نضع حلقة واحدة على سلم الآلاف ونترك الباقي فارغاً ثلاثة آلاف نضع ثلاث حلقات على سلم الآلاف ونترك الباقي فارغاً تسعة آلاف نضع تسعة حلقات على سلم الآلاف ونترك الباقي فارغاً خمسة آلاف نضع خمسة حلقات على سلم الآلاف ونترك الباقي فارغاً اثنان أكتب رقم المعداد والعدد الذي يمثله لمعرفة العدد الممثل في سلم الآحاد والعشرات والمئات والآلاف في كل معداد نقوم بحساب عدد الحلقات الموجودة به المعداد الأول يحتوي على ثلاث حلقات في سلم الآلاف وصفر في الباقي إذن العدد الممثل هو ثلاثة آلاف المعداد الثاني يحتوي على أربع حلقات ممثلة على سلم الآلاف وصفر في الباقي إذن العدد الممثل هو أربعة آلاف المعداد الثالث يحتوي على ست حلقات في سلم الآلاف وصفر في الباقي إذن العدد الممثل هو ستة آلاف ثلاثة أنقل ما يلي وأتم تعمير اللافتات بما يناسب العدد رقميا أو العدد حرفيا ويكون الجدول كالتالي ألف خمسة آلاف سبعة آلاف ألفان ستة آلاف أربعة أنسى خما يلي وأتم تعمير الجدول بالأعداد المناسبة لنتمكن من تعمير الجدول بالشكل المطلوب يجب معرفة العددان الناقصان في كل من الخانتين الأفقية والعمودية إذن كم مع خمسة آلاف يساوي تسعة آلاف؟ لمعرفة هذا العدد المجهول نقوم بعملية طرح تسعة آلاف ناقص خمسة آلاف يساوي أربعة آلاف إذن أربعة آلاف هو العدد الأول الذي نبحث عنه الآن نبحث عن العدد الذي إذا أضفناه إلى ألفين نتحصل على أربعة آلاف ولمعرفته نقوم بطرح ألفين من العدد أربعة آلاف لنتحصل بالتالي على العدد المجهول وهو ألفان وبعد تمكننا من معرفة جميع الأعداد نقوم بتعمل الجدول بكتابة نتيجة الجمع في كل مرة 3000 زائد ألف يساوي أربعة آلاف 3000 زائد أربعة آلاف يساوي سبعة آلاف 3000 زائد ألفان يساوي خمسة آلاف 3000 زائد خمسة آلاف يساوي ثمانية آلاف أربعة آلاف زائد ألف يساوي خمسة آلاف أربعة آلاف زائد أربعة آلاف يساوي ثمانية آلاف أربعة آلاف زائد ألفان يساوي ستة آلاف ألف زائد ألف يساوي ألفان ألف زائد أربعة آلاف يساوي خمسة آلاف ألف زائد ألفان يساوي ثلاثة آلاف ألف زائد خمسة آلاف يساوي ستة آلاف ألفان زائد ألف يساوي ثلاثة آلاف ألفان زائد أربعة آلاف يساوي ستة آلاف ألفان زائد خمسة آلاف يساوي سبعة آلاف وفي النهاية نكون قد أنجزنا المطلوبة بشكل جيد 5. يدخر هشام في حصالته كل يوم مئة مليم ألف أنسخ الجدول وأتم تعميره المبلغ الذي ادخره هشام خلال خمسة أيام يساوي خمس مرات المبلغ الذي يدخره يومياً أي مئة زائد مئة زائد مئة زائد مئة زائد مئة زائد مئة يساوي خمسة مئة مليم المبلغ الذي ادخره هشام خلال عشرين يوماً يساوي ألفين مليم عدد الأيام التي تمكن خلالها هشام من تجميع ثلاثة ألاف مليم تساوي ثلاثين يوماً بحساب مئة مليم لكل يوم كما جاء في المعطى السابق المبلغ الذي ادخره هشام خلال خمسين يوماً يساوي خمسة ألاف مليم باء ليلة عيد الأمهات فتح هشام حصالته فوجد فيها تسعة آلاف مليم ما هي المدة التي وضب فيها هشام على الادخار للحصول على هذا المبلغ؟ أعلل إجابتي المدة التي واضب فيها هشام على الادخار للحصول على تسعة آلاف مليم هي تسعين يوماً لأن عند جمع المبلغ المدخري بحساب مئة مليم لمدة تسعين يوماً سنتحصل حتماً على مبلغ يساوي تسعة آلاف مليم سنتحصل حتماً على تسعة آلاف مليم شكراً لكم